صار الوشم أو التتوب النسبالك يعني البعض هيتعمل معاي قولت لا يعني ده تشويه للجسد اعتداء على هوية مجتمع هيقوله كلام كبير اه وحتلاقي في كلام زي اللي شفناه في التحقيق عن سن قوانين لمواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير انت بتتعامل ايه فلسفتك ايه هدفك بتتعامل معاي ان حرية شخصية فقط يعني في الظبط زي في بنت بتحب تلبس سكرت وبنت بتحب تلبس جينز يعني هو ده الموضوع يعني انا بحب تلبس كده انا بحب بحطها لابا عملة التوب انا جيت على مين انا يعني انا مدقيتش اي حد انا مقزيتش اي حد في الدنيا بالعكس يعني شبير حصل بالعكس طبعا انت شايف يا بتئزي والله انا عندما اوكر في هذا الموضوع في الحرية الحرية طبعا هنبدأ في حرية المجتمع حربت عليها لا انا اسمع انا لسه انا كنت لسه انا بتكلم على الحرية ان انا مقزيتش حد لا ده ازيتي وازيتي وازيتي مجتمع كامل فهويته اخلاق بمعنى ايه انا ان هذا ده مجتمع عربي مجتمع اسلامي ومسيحي له عادته وتقاليده ومبادئ راسخة فاكل هذا المجتمع بغض النظر عن الديانة ولكن انا مجتمع ليه اعراف وتقاليد عشان هي مكملتش بس ده انا كنت لسه انا كنت لسه باخد منك كلمة بس طب انا هخلاها تكمل اصلا لازم تبدأ نقف في الجزئية دي بس انا عايز افهم عايز افهم هل اعتدت على من لا اعتدت على مجتمع استاذ عبدالعليم بس طيب لو سمعت فضل عشان بس ابدأ فبتقولي ان انا يعني ما بعتديش على حد طبعا وبالتالي دي حرية الشخصية طبعا بتحققلك ايه تاني يعني ايا كان هي بتحققلي ايه هو انت واخب بالك انا بتقالي ايه ان انا بعتدي على مجتمع يعني انا فجأة بقيت قاعدة باعتدي على مجتمع ليه انشان انا رسم تتو يعني انها الجاورة سوية واحدة حطة ميكوب فهي كده بتعتدي على مجتمع ليه اصلا حطة ميكوب ولكن قليت التتو يا واقل بي بيوضح في اماكن ان هذا احنا مجتمع عربي لينا عادتنا وتقالي ده انت بتقول ده انت بتقول ده خطش حياء ما انا بقول ما اقول حضرتك ان هذا ده مواضع التتو فالجمال جميل انا الجمال وتجملي كيفما جئت وضع ميكوب ما فيش مشاكل ولكن انا بضع التتو في اماكن حرجة في اعلى السادل في المنتصف لا بس انت ضده في المطلق ولكن بضع التتو في اماكن بقى احرك المشاعر الدنيئة والغريزة الحيوانية في منعدم الضمير لا معلزك يا سلبي هم تكلم في حضور خطر جدا فانا مجتمع انا مش ياسر والله لا يا واقل بي لا 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 عفو يا واقل بي فانا بتتكلم مع مجتمع متمدين مجتمع عربي اسلامي في مش من بره انا بره طيب نقطة باهم من قول الصدر اجيلك تاني نكمل هلأ التفكير ده هتلاقيه يعني واكد بيواجهك وانتي ماشية من حقه انا دقيقته يعني يعني هو من حقه يفكر زي ما هو عايز انا لو فكرت مين بيفكر ازاي اكيد مش في مشكلتي انا اكيد انا مشكلتي وانا قاعدة مش مش هم بيفكروا ازاي مش قضية فكري اكيد مشكلتي انا بفكر في نفسي ازاي يا واقل بي مش قضية فكري هو عايزين بس عشان الحوار والمجتمع تصل لسله كامل ما على جدة لك ما أنا لازم اسمعها اولا ما انا هل سيطرةовать mio انا اخدراعوا هو حدا قالك ان احنا ماشيين ما تفضيل لو هنقفل alu هكمل معك تاني ياسف بس اكيد بيبقى عندك يعني مغزى متعلق بالوشمة ان انت عايزة ربما في رسومات معينة تحقق عندك بداخلك حاليا في ناس مدمين شغل حضرتك نازل الصبح انت نازل تشتغل بتحب تشتغل ماينفعش حكم عليك ان انت سايب حياتك لو تشتغل خالص في ناس مدمينة شو في ناس مدمينة اكل انا مدمينة توف عادي يعني انا مش شايفة ان دي مشكلة حد لسبب انا مشاعري بتطلع بدل ما طلعها الناس والكلام ده كله في تاتو انا بتضيق شوية بروح عامل تاتو ببسط شوية بروح عامل تاتو هيقولك زي ما انت سمع كده ده اعتداء على مجتمع ده اعتداء على هويت مجتمع انا مش هارة الليبس يمكن ان يبقى فيه تمارس فيه الحرية وانما العلامات على الجسد باشكال مختلفة قد تصدم البعض يعني احنا تقريبا في الشترة فمش بين اي تاتوهت اصلا يعني احنا اصلا تقريبا مش بين اي تاتوهت في الشترة الحمد لله ان احنا في الشترة الحمد لله ان احنا في الشترة لو كنت ضيفة في الصيف يعني كان جايزة كنت سبت للسوتي ومشيت لا لو حضرتك سارة قامت بس حضرتك هتشوف كل التاتو لحد الوقت سارة بابد بناش سبب مكونة انا ما عنديش من المشكلة دي يعني انا مش نحتاجة يعني انت عاملة جسمك كلو يمتلق بالتاتو يعني زالت البعض يعني انا مش دي مشكلة انا مش مشكلتي المجتمع بيمصل ازاي يعني يعني انا اكيد وانا قادل وحدي وهو قادل وحده واكيد مش هيفكر في البنت اللي شافها عاملة تاتو يعني اكيد هو هيروح مش هيفكر في كده هيفكر في أهله، هيفكر في شغله، هيفكر في حقيقة جدا، يعني أكيد مش دي المشكلة وانا هروح هكيد مش هفكر هما بيبصولي هو سبب للعدوان البصري والعدوان اللفظي الخادش للحياة العام، انت ماشي في الشارع كده هتحرك أي شاب إنه هو يعتدي لفظياً ويعتدي عدوان بصري ولفظي ويأتي ملا يحمد عقباه إذا كان من طريق مظلم طيب هو مستنى اللي واشمع لا، بصباح لم تجي من ضمن الأسباب يوانا لا، لا، بص، عايزة أقول لها، عايزة سأل حاجة واحد هسمع هسمع أستاذها رمضة سؤال بس، طبعا أنا بحترم سورة جدا، وأوكي، هوا احنا عندنا مشكلة في فهم الحرية ده بداية يعني، بس أنا حسألك سؤال واحد بس، أكيد لك صحاب طبعا، عملوا إيه لما شافوا التطور؟ ولا أي حاجة ما تأثروش؟ لا طبعا، لا يقبلني زي ما أنا، أنا بشبق أبل لا، بالعكس أنا ممكن أكون صاح بيتك الانتيم وانزل أعمل زيك، أنت كده شجعتي هم هم بشغلوش تلفزيون؟ أنا حقولك عليها، بشغلوش تلفزيون؟ لا، بشغلوش تلفزيون؟ بشغلوش؟ ما بشفرجوش على المناسة؟ طيب، هي لو شجع، إذا كان ده اختيار، بتشوفي ده اعتداء على هوية المجتمع وحرية الآخرين؟ أوضعاً هي ولا من حق أنها تمارس الحرية بهذا الشر؟ لا، لا، الحرية مش كده، أنت حر ما لم تدر، أنت بتدر جسمك، خلاص هي قبلت أنها تدر جسمها، هي حرة، زي ما إحنا هنقول لكن هي لي أصحاب، أنا لما أشوف الفنان الفلاني راسم، أنا بقلده، ما هي جيء الثقافة اللي، المقاومة على نفسك كده طيب، مهما بنشوف بنتبتها، بشوف ميسي، بيتابع بيرسم، ما هو بيرسم، حضريتك مش بتعمل زيهم، هو ده اللي احنا بالقلوبة، ما تتأثرش بالثقافة دي التقليد الغربي له مجتمع، له سلوكياته، وعاداته وتقاليده تختلف اختلاف كل وجزئي، وجزرياً عاداتنا وتقاليدنا أنا مش ملزم بأقلد التقليد الغربي، طبعاً أنا أقول لك زيد من الشعر بيت، واقعة غريبة جداً، وتشمئز منها القلوب على أحد التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا، اسمعت أن أحد الفتيات في الغرب عرضت بعزريتها، وترشح لهذا الأمر ثلاثة طيب، منهم وجز العمال العربية، ده هل ممكن أن أنا أقلده، زي ما بقلد هناك، هاجي أقلد هنا، كل ما شوف حاجة في الغرب، هاجي أقلد هنا، إحنا لدينا مجتمع طيب، واحد، اتنين، ثلاثة، أنت شايف الوشمة على أجساد البنات والأولاد، شايفوا ليه خطر؟ أنا شايفه أولاً بيعتدي، بيدو شديد، واحد، اتنين، ثلاثة، واحد بيعتدي فهم خاطئ أولاً للحرية الشخصية، نعم الأتنين بينتهك المحرمات ومحرك الشهوات في نفوس الآخرين ويحض على تحليط ارتكاب جريمة، هنا محرض على ارتكاب جريمة، أنا هي مرتكبتش في نفسها بتقول أنا حرية شخصية، ارتكاب الجريمة ليه؟ أنا هوضح لكل جريمة، يا وقل بيه ألكان مادية ومعنوية، إيه الألكان المادية؟ الألكان المادية اللي هي تقوم عليها صلب الجريمة، بمعنى إيه؟ بس القانون ما بيجرمها، ما أنا أقول لي حضرتك حاجة، لكل قانون فلسفة، وإحنا تطور للمجتمع في العصر العلامة والفضائيات، أصبح المجتمع فيه تطور جائع، فلابد أن يدخل على الجسد ده، ما أنا أدخل في الموضوع على طول، أدخل لي فرصة أدخلك فيه، فلنهد في عصر العلامة والفضائيات أصبح فيه أمور دخلت على مجتمعنا، غريبة ودخلت، فأصبح لابد القانون يتدخل لعادة توازن المجتمع، بمعنى إيه؟ هي أنا أحترم رأيها وأحترم موجة نظرها وعقدتها، بمعنى إيه؟ بتقول أنا ما أضررتش أحد لا، ولكن أنا بقول ضررت المجتمع للمكنتي حركت جريمة في المجتمع، إيه هي الجريمة وألبي أركانها؟ أنا النهد بغض نظر عن أستاذ أو غيرها، فيه سلوك زي كده قدامي في المجتمع، حرك عظيم الضمير أو اللي هو حركت فيه الغريزة، ارتكب جريمة، طب ما هو ده ممكن ينطبق على اللبس، أنا جاي لحضرتك، فالنهد ده أصبح فيه جريمة وقعت من الغير اللي هي عقب القانون، بس ولكن المحرد، بس أنت لم تفترض أن البشر زئاب بشرية حيشوف واشم في حقيقة؟ تتحرك الزئاب البشرية، يبقى أصبح زئاب بشرية، أصبحت في جريمة هنا، ليه تفترض في البشر منهم زئاب؟ لا، أنا بقول في من من هم من عدم الضمير، المجتمع فيه السوي وفيه الطالح والفالح، ولكن تحركت هنا النواية السيئة، فأصبح فيه جريمة في المجتمع يا والبي، إيه أسبابها إيه؟ أسبابها مفلات أخلاقي حصلت في المجتمع، حرك وعدات وتقاليد غربية مستغرابة، دخلت علينا، وبالتالي أصبح لابد وجود قانون ينظم علاقات المجتمع، والحرية ليس هي أن تأكل المحرمات والانقباط، بمعنى عبد الشيطان، هل هي حرية شخصية؟ على سبيل المثال، عبد الشيطان، هل حرية شخصية؟ لا، هذه تقوص ويتم تطبيع عليهم، يتم تطبيع مادة إزرائيل أديان عليهم، ودخلت فيها أمور كثيرة لن نخط فيها خرج موضوعنا، ولكن هنا البنطلون المؤطع والقيم وإلى آخره وإلى آخره، أنا دي حرية شخصية ولكن، ولكن بقول إحنا كيف مجتمع وهوية مجتمع، إحنا فيه؟ شايف داعت داعة لهوية المجتمع؟ مجتمع وتراصل المجتمع وتقاليده، ليس ملزم أن أنا أقلد الغرب، هل الغرب قلنا في الحجاب يا أستاذ وائل؟ طيب سوال ما؟ اي